سورة العلق مكية من مقاصد السورة الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل التفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة اقرأ وربك الأكرم اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم فهو كثير الجود والإحسان الذي علم بالقلم الذي علم الخط والكتابة علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يكن يعلمه كلا إن الإنسان ليطغى حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحد في تعدي حدود الله أرآه استغنى لأجل أرآه استغنى بما لديه من الجاه والمال إن إلى ربك الرجع إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه أرأيت الذي ينهى أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ صلى عند الكعبة أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه أو أمر بالتقوى أو كان يأمر الناس بالتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نوهيه أينهى من كان هذا شأنه أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه ألا يخشى الله ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلمناه هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل لإن لم يكفى عن أداه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذ أنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف ناصية كاذبة خاطئة صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل فليدعو نادية فليدعو حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب سندعو الزبانية سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر كلا لا تطعه واسجد وقترب ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء فلا تطعه في أمر ولا نهي واسجد لله واقترب منه بطاعات فإنها تقرب إليه